أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب القبض على قيادي من تنظيم القاعدة الإرهابي خلال العملية الأمنية سيوف الشهيد حواث في محافظة أبيان وفي تصريح الصحفي أوضح المقدم النقيب أن العملية تحققت منذ ساعاتها الأولى نجاحات وإنجازات كبيرة كان أبرزها القاء القبض على القياد الميداني بتنظيم القاعدة الإرهابي سعيد علي السعيد المكنة بأبي القعقاع مشيرا إلى أن الحملة الأمنية تأتي امتدادا لعملية سهام الشرق واستكمالا لأهدافها في فرض الأمن والاستقرار والقضاء الكامل على الأرهاب بمحافظة أبيان شكرا للمشاهدة